السلام عليكم و مرحبا بكم ان شاء الله كامل تكونوا بخير و بسحة جيدة صباح النور صباح الفل و اليسمين صباح النشاط و الحيوية و الرغاوي كما كنت شوفوا اليوم صبحت على السالون كما كنت شوفوا بالرغوة بالك تقولوا راكي بزاف درتي الرغوة يتقول الله غير هاد الكاغلاج يجب يتنقى بها الطريقة سينو ميبنش كامل في هنقا دوك نحكي بشوي على هاد النوع تاع الكاغلاج ليسانسيال اليوم ما خدمتش صباح لبنات و انا كيما نخدمش صباح بزاف نفرح بس كي نقدر و نروح نعود نولي نلقاها نقية تشعل و نطيب ماذا بي نطيب الفطور نزيد نطيب العشاء هكا بش كي نجي من الخدمة نلقى الدنيا نقية و نلقى المتلا كاينة شوفوا هنا حبيبتي نحكي معكم هذا اللي غيدو هنا قبل ما نعلقوه مقبل كي كنت نسيق كنت ديجا نحيت اللي كان موصق حاشا و حطيتو فلا ماشين و علقت هذا هنا حبيت مبرتاجه معكم عن قرب هذا كنت كمونديتوم عند شاي ما غيدو اللي كنت ديجا برتاجيت معكم لاباجتهم في الفيسبوك شوفوا ماهوش اشهر بصاح بش بتسقسيونش يعني اي واحدة تحب تعرف منين شريتو شريتو عند لاباج تاع الفيسبوك تاع شي ما غيدو شريت كتر من من الربعمية ثلاثة ربعة و شوية بسكو هادكوش قعد لهم ملغولو يعني اديتو انا كامل هما يبيعو فيه نغمال مية وستين الف المتر جاي بزاف هاي لشوفو في البلون يعني ضوي شفتو هادك الغاز بيبي اللي كان عندي نحيتو درت هاده في بلاستو قولوا لي انتو ما دوك وشرايكم فيه جاي يقوت لكم في البلون اه تعلان وفيه هاد هاد الخطوط هادو اللي جايين بالجري شوفو هاد الريدو لو كان ندير معه دي بانو هاكا في الجري يجي بزاف شباب انشالله انشالله مننا الفق ان نزيد لو دي بانو هاكا في الجري بش يبان احسن سوختو مع اللي كانابي تاعي جايين لكو لغتحوم رايحة الجري يعني رايح يتناسب بزاف وانتو ما قولوا لي وشرايكم فيه يعني اسكاجة شباب واللغاز خير كان شباب الاسسانسيال كملت سيقة السالون السالون بركلي سيقتوها هكا برغاوي سنون ليشان بغير فوت عليهم هاد الكغلاج البنت تاع الساكن الوظيفي وشو نقولكم هبلني هبلني راني نعاني معاه مالكغي شوفو نقي نسيق نزرزق ندير رغاوي كيما وشفتوني وانتو ما تبانش يعني الحالة فغي منقية كيما يحب الخاطر ما معليش الاسسانسيال انتو ما تحسوا بنقى واحد كيسية قوي نقي يعني انتو ما تحسوا بنقى مامسي ما بانش في النظره بسعدتو ما على بلكم باللي راه نقي سينا ولا غير ساكن الوظيفي يعني فيه فيه المعاناة مع الارضية مع الفايانس مع الحيط يعني فيه بزاف بزاف المعاناة يعني ربي يكون معانا هاد وشو نقولو سينا البنت ليشان بغواحد اخرين جوزت عليهم غير بهد البالي يعني كانوا نقيين ديجا سيقتهم يعني بالطبع كي تكون الدنيا نقية ليش ديما تزرزق ورغاوي غير مصحة خفيفة وصيبون هاد الوبالي واحد الاخت قلت لي هذا تعمي دينات هو سبيسيال لوباركي يعني ما يمسحش الكاغلاج انا نقولوك حبيبتي راكي غلطة فيه ولا غير هايل انا يمسح لي بصحة بشرط لازم تكون مقية الدنيا يعني كمان البارحة كنت مسيقها ببيان لشامبر اليوم غير جوزت عليهم يعني مصحة خفيفة بهاد الوبالي مع الول خسلت هاداك تنشاف خليته شوية مشمخ وبعدها اعصرتو بيان ودرت اللافصل كي ما شفتوني يعني النتيجة اكتوفو فيها يعني ممسي هاد الكاغلاج اللاكالي تتاعو شوية شوية ما لمعان رهيبا هاد الوبالي يجبدلكم الغبرة يجبدلكم حاشاكم الشعار ينقلكم الإسسانسيال يرجع لحالة الشعال كي ما تكونش مصحة بسف وحنا حبيباتي حبيت نبرتاجي معكم واحد الوصفة تعروز هايلا هايلا هنا مشيف لمامجوغ هنا غدوة من ذاك شوفو هنا كانت نهاية الأسبوع على بلكم التعب في نهاية الأسبوع مستحيل نقول لكم نكذب عليكم ونقول لكم أنا يا ليزاستيس لين نديرهم شوفو بالنسبة للرز شوفو درت كمية لكي تتعروز استخدمت البسمة ليجي مفور اني وريت لكم لاماك داعوا حطيت حبه بصل مع سنينات تتعادتهم جوزتهم في فلاشواغ وحطيتهم حطيت كل شوف هاد القصعة كما كم ترونوا طماطيش كيف كيف قشرتها ورحتها هنا عندي زوج حبة زرودية قطعتهم قطعة صغيرة عندي شوية تاع جلبانة جلبانة خضرة يعني ماشي طيبة عندي هنا فلفل الألوان فلفل حلو وكان عندي شوية حمار وشوية خضر قطعتهم قطعة صغيرة هنا عندي المعدنوس والقصبر كيف كيف مقطعين وآخر حاجة هنا يا صدر الدجاج مع شوية تاع الحم غنمي قطعتهم قطعة صغيرة كما كم ترونوا تقدروا تكتافي وبرك بصدر الدجاج يعني تقطعوا قطعة صغيرة وديروها مع هذا الروز وشو نقول لكم يجي بزف بزف بينين الناس اللي تحبوا الروز على بالي تعجبها هاد الطريقة شوفوا حطوا كل شاكا في إناء واحد انا حطيتهم لكم هكا بش يجوكم بينين يعني المكونات كامل تقدروا تزيدوا اي خضرات تحبوها انا حطيت بزرودية والجلبانه وشوية تاع فلفل كيما وريت لكم وبالنسبة للتوابير اللي هي اهم حاجة حطيت حبيبتي هنا زوج حبيبات ساعة الهيل الهيل اللي يعطي بنا هيلة للروز اذا ما عندكمش استغناءوا عليه ملح فلفل الكحل فلفل عكري فلفل حار الكركم شوية تاع الكمون وكمية قليلة بركة عراس الحانوت شوفوا هاد اللي زي بيس حطوهم كامل رايح يجيكم بزف بزف بنين بس هاد الروز مع الحم والجاج والخضرات اذا كان عندكم الحم شحم تقدروا تستغناء على الزيت انا قدرت بلق نصف فنجل انا قدرتوا غير صدر الدجاج يعني يديروا كمية عفز زيت ليس يجيكم فيها مزيت انا قدرت بخلط بالملعقة و بعد اللالة بيدي خير كيف نحس بالروز و نحس بالليزي بيس في غيمة دخلوا مليح في هذه الخضرة و هذا الروز خلطوا كما تشاهدوا مليح مليح و رايح نحطوا مباشرة اي طيب هذا الروز رايح نفوره لا نطيبوش في العصاص ولا في الفوغ سوف نفوره في الكسكاس انا استخدمت هذا الكسكاس على كوكوت و انتم لا تستطيعون فرشوا لها ورقة كما تشاهدوا فرشوه كامل بشميل ساقش و اضعوا الروز و اضعوا مباشرة ان يفور شوفوا هذا الروز توجده في وقت قصير يعني يكونوا عندكم كامل هذك المقادر غير تخلطوهم و اضعوا يعني لا يحتاج تقلوا في الحم و لا يحتاج تقلوا في الخضر و لا يحتاج تخلطوا كل شخص و لا يحتاج تخلطوا كل شخص و اذا طيبتوه في القدرة و الكسكاس نصائح خاصة بالنسبة للمبتدئات شوفوا ديروا القدرة عمروها بالماء بسكو يقدر الروز ما يطيبش ملاح و الماء و الكسكاس غطوه بيان يعني غطوه بالبابير كويسان و زيدوا بالاليمينيوم و غطيوه حتى تتأكدوا باللافابير كامل ستقعد للداخل هنا فتحت على الروز بعد ما جازت قلت لكم واحد خمسين دقيقة شوفوا كيفية تحل كامل هذك الروز استخدمت هنا البسماتي انا بلكم بسماتي الحبتة و جي لايبارك طويلة و يجي بزف هايل الناس اللي تحب الروز ناشف هكا منزربة على حبه احيا جبها بالبزف الخضر اللي درناها ريح تطلق الكميات المالي فيها دونك محش يجي ناشف بزف ريح يجي هايل و اللي يحبوه مشمخ كتر يقدروا يرفضوا الماء من هذك اللي يفار فيه الروز و يعودوا يحطوه فوق الروز هكا شوية و يخليه و يفار يعني انتو ما تتحكموا في درجة كما قولوا اسكر تحبوه مشمخ ولا ناشف هاو الروز تاعنا يعني جا ما شاء الله جا مفلفل على حبه شاهيتكم في الجنة ان شاء الله هتجربوا هاد الوصفة وتعجبكم انا صراحة ان يعجبني بالبزف هنا كنت وجهت الروز تاعي و قلت علي شلاله من وجدش ندير تحضير مسبق عكا بشكين جيعيان على عشية من الخدمة نلقى اموان نصف تعال عشاء واجد هنا ريح نوجد نصف طوامات هكا صلصة بيتزا سريعة درت تحبه كبار طماطم درت تحبه صغيرة بصل و درت فلفل حار شوفوا تجربوا الفلفل حار في الاصوس تاع البيتزا اديكم هيلة درت ملعقة تاع السكر و شوية ملح و الزيت هاد وشندين و تحطوه كما كم تفعله قليلة تغطوه اهم شي لازم تغطو الاصوس تاعكم و تخلوها الطيب كين اللي يديروا الطوم انا ما نصحكمش بالطوم مجيش ملاحة هكا تجي هيلة و هنا بالنسبة للعبات لعبات تاع هاد البيتزا اللي هنديرها اليوم هي البيتزا تاع السميد كنت ديجا بارتاجيتها معكم مش حال من اخترا ما حبيتش نعودها لكم كما قلووا بالتفصيل اه باركم نقولها لكم هكا بسرعة فيها دوبول تاع شربة تاع الفارينة و امبول تاع السميد متوسط سميد متوسط ليكون رايح الارقيق فيها حبابيض ملعقة كبيرة خميرة الخمز ملعقة كبيرة سكر فيها كيس واحد تاع الخميرة الكيميائية ست ملاعق كبيرة و تجمعها بالحليب يعني ما تكيش اسهل من هاد اذا ما كانش عندكم الحليب و توفرت عندكم اللحظة حليب بودرة ديروا زوج ملاعق كبيرة و تجمعوا العجينتاكم بالمعادي ديرواها كما شوفوا شوية طرية بس كلا بلكم السميد يشرب و تجمعوها ملح شوفوا انا جمعتها و حطيتها في الفريجيدر شوفوا غلفتها ملح حطيتها في الفريجيدر شوفوا غلفتها وشوفوا غلفتها أكثر على الجميع أشاندها في الفريجيدر و تجمعوها لغاية حرارة تخفيديها تجمعوها تجمعوها أجمع جميعهم أبلس المبكزة أجمعون استخدام نينة عز وجمع بك اذا ما عشبه فلفل حر بالتدى معلى فلفل حلو يطلق واحد النكهة هايلة و تجربه و تصدرها بشوي بصى لا تقوم بفتاح طم، بسبب السلسة البيزا و أخبره بعض الانضيفة طماطم معلَبا و لكن احكيتو اليوم لا تزيله و لا أكلها تخاف سأكل لك hiding من أسهل ما يكون توجدوها في وقت قصير ولبلكم التطيب بالخاف ما فيها شرح تغطوها عشرة دقائق وهي طابت ترحي وكلش وفي الأخير هنا في هذه المرحلة تقدروا تضيفوها هكذا الشيء زي ترى شوية أعشاب عطرية هكذا اللي تتناسب مع البيتزا وتكون صلصة تحكم وجدة هناك خرشت الأشياء كامل من الخدمة خرشت وشو نقول لكم كاو روبوزيت شوية كنت عارفو دووش تصليت وهادوك العفايس ومبعدها رح تطيعك تمام حلية لاباتتا قلت لكم جبتها من فريجيتار حليتها حطيت لأسوس تاع البيتزا ودرت لهم الفق ووش كان عندي تزينوها كما تحبونا درت زيتون أخضر درت شوية تاع المرقز قطعت وقطعة صغيرة وفق وفق وغابة و هذا ما كانت لفق الفلفل الحلو انا ما نخيلش كامل بيتزا بلا بطرشي ولا فلفل حلو شوفوا هاد الاباتتا البيتزا غير جربوها لضمانتيلي ما زل ما جربتها غير جربوها جي خفيفة بسميد جي فيها واحد القرمشة من البرة وطرية من الداخل جي تهبل من ارواع ما يكون انا هادك المقادير اللي وريتها لكم هاكم توفوا الله يبارك دارت لي هادي مدورة ودرتها شوية خشينة كما كم توفوا هاد البيتزا تاع السميد ممسي تديروها شوية خشينة وديرو لها يعني تعمروها من فوق بياه اجيكم هايلة دارت لي هادي مدورة كمم صعبة كبيرة شوية ودوبلا اللي كتوفوا فيهم بتاع الكوزينيار يعني ملاح كبار تاكلوا فيهم الله يبارك يعني عائلة كبيرة يقدروا ياكلوا منها فالا حبيبتي بهذا نكون وصلنا لنهاية الفيديو ان شاء الله تكون عجبتكم وستعفدتوا منها في الاخر نقول لكم نطلعوا فرحكم نحبكم بزاف نتلقوا في الفيديو الجاي يخليولي بزاف دعليه لايك وسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا